اشتركوا في القناة وبين يديه وطنا عظيما يسير الى المستقبل بثقة ولي العهد لا يكف عن الالهام لذلك السعودية لا تكف عن المجد بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة متوجها الى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي وسيلتقي عدد من المسؤولين في البلاد لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين ومنقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعتبر المملكة العربية السعودية وفرنسا شركين استراتيجيين تجمعهما تعاون قوي في مجال الامن والاقتصاد وذلك في ظل الجيل الجديد من القادة والذي يجسده كل من إيمانويل ماكرون وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في القيادة العالمية الشابة التي تدفع بلادها نحو تحقق إن كانتها ويربط المملكة وفرنسا تحالف قويم لزمن بعيد حيث تربطهما علاقة تاريخية وتجارية معسكرية في الإضافة إلى التوافق بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بشأن معظم النزاعات الإقليمية الخبرى التي تعصف بالمنطقة التي تتمثل في مواجهة قضايا الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا والحرب في سوريا وفي اليمن كذلك عدم الاستقرار في لبنان التي تعد محورية في تحقيق وصدامة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط اللذان التزمت بهم فرنسا منذ عقود وتعتبر المملكة العربية السعودية حليفا تجاريا مهما لفرنسا الذي يسعى وليو العهد إلى تقوية تلك الروابط الاقتصادية القوية والتاريخية بين البلدين وستزيد رؤية المملكة عشرين ثلاثين من فرص التجارة والاستثمار لقطاعات أعمال جديدة إما في ذلك الترفيه والسياحة والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية للحديث الأكثر حول المحطة الجديدة من رحلة الأمير محمد بن سلمان الخارجية يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب السياسي لأستاذ سليمان العقلي أستاذ سليمان حياك الله في أهلا وشكرا لتجاوكم على دعوة البرنامج مرحبا أحييك أخير مفرح وحيي مشاهديكم متابعكم الكرام ما أبرز الملفات المتوقع مناقشتها في زيارة الفرنسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم لابد من وضع مقدمة لكي ما نتحدث عن الملفات حيث أن قوة الشراكة أو التحالف السعودي الفرنسي أرسلوا الملك فيصل مع الرئيس يقول في عام 1967 عندما زار الملك فيصل فرنسا وبسبب الحقيقة الدور الفرنسي الرائع تجاه القضية الفلسطينية وتفهم فرنسا تقولية للقضايا العربية ومن يومها بدأت العلاقات الفرنسية السعودية تزداد رسوخا ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية الحقيقة تراجعت أو خمدت ضوء هذه العلاقات وبسبب الاختلافات السياسية وأهم هذه الاختلافات مع باريس الحقيقة جنوح الحكومة الفرنسية نحو تسويق إيران في أوروبا وفي أمريكا خاصة بعد الاتفاق النووي في عام 2015 وأثر الموقف الفرنسي الحقيقة الموقف الألماني المتفاهم والمتعاطف تاريخيا مع إيران ونعرف أن ألمانيا وفرنسا هما اللذان يكودان هما الثلاثان اللذان تكودان الاتحاد الأوروبي فالاتحاد الأوروبي الحقيقة اتخذ موقف مهاد لإيران أو متفاهم لها ولديه الرغبة بالشراكة معها هذا في واقع الأمراخ مفرح أثر على العلاقات السعودية الفرنسية لكن تبقى باريس شريك وحليف استراتيجي وتاريخي للمملكة العربية السعودية هذه العلاقات أيضا بعد خمودها منذ 2015 تجلى الحقيقة التنافر بين العاصمتين بأثناء الإعلان رئيس المزراء اللبناني لاستقالته احتجاجا على تصرفات حزب الله ورأينا تدخل الفرنسي الذي أنهى الأزمة وكان الحقيقة يعني تدخل إيجابي ولكن في شكله السياسي كان يعني اقتحاميا على كل حال الآن الأمير محمد وبفعل زار المزر كدولة رئيسية في العالم العربي وفي أول زيارة خارجية له في كوليع العهد ثم زار بريطانيا كحليف تاريخي قديم جدا والولايات المتحدة كحليف تاريخي أيضا ومتواصل الفرنسا أيضا لا ننسى الحقيقة أنها حليف تاريخي ومهما كانت الاختلافات في وجهات النظر تظل الفرنسا لها دور لها علاقة مميزة مع المغرب العربي مع الشام بسبب الميرات السياسية الاستعمالي وبسبب تأثير التقافة الفرنسية على أجهة كثيرة من الوطن العربي وبسبب السياسة التقولية المتعاطفة مع العرب والمملكة الحقيقة تقدر هذا الميرات من العلاقة المتميزة مع فرنسا وحتى لو تأثرت العلاقات بسبب الرئيس السابق فإن ماكرون الحقيقة بيحسه المتوافق مع الأمير محمد بروح الشباب وبروح الطموح يتطلع مع الرئيس ماكرون إلى أن يشارك بالرؤية السعودية عشرين ثلاثين خاصة أن فرنسا أخي مفرح تهتم بالاستثمار الثقافي والرؤية لها حصة كبيرة في الثقافة في الامتتاح في التغيير الاجتماعي في تسويق التعايش الفكري والثقافي ولذلك فرنسا أعتقد ستكون حريصة على الاستثمار في الثقافة المحلية السعودية وكذلك في الطاقة وكذلك في النقل وبصرف النظر عن العقود التسليحية أعتقد أن فرنسا يجب رغبة في إطلاق علاقة شراكة جديدة مع المملكة أستاذ سليمان الملفات الأكثر توقعا مناقشتها أو الخروج بنتائج منها السياسية ولا الاقتصادية ولا الثقافية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ما في شكل أولوية للسياسة لأنه نحن أمامنا تحدي هو التحدي الإيراني والتحدي الإيراني كان في السابق في أهد الرئيس السابق كان يعني منتفهم أو يعني غير مفهوم بالنسبة للقيادة الفرنسية القلق السعودي وكان هناك نوع من التعايش الفرنسي مع الانفلاش الإيراني في المنطقة الآن الرئيس ماكرون يعني لديه الرغبة الحقيقة في سياسة متوازنة في الشرق الأوسط وأيضا لا ننسى التأثير الأمريكي تأثير الاندفاعية الأمريكية وتغيير الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط تؤثر في السياسات دول غرب ربما وأعتقد أنه بالنسبة لنا نحن نقدم المشكلات السياسية لأنها في الحقيقة الشرق الأوسط كله أزمات سياسية ونريد حلفاء دوليين بالتأكيد أنه الفرنسيين أيضا لديهم نفس الرغبة ولكن أيضا هم مهتمون أيضا بالاستثمارات وبي يعني أن يكون لها حصة في رؤية 20-30 ويجركون أهمية التحولات التاريخية في المملكة العربية السعودية وقيمة المشاركة والاستثمار فيها كنوعا من الساتير أيضا لأنه المملكة العربية السعودية مفتاح التغيير في الشرق الأوسط نعم أستاذ سليمان العقيلي شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا كان هذا الصوت لأستاذ سليمان حول هذه الزيارة ومثل ما كنا معكم في برنامج في متابعة لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ثم إلى بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل تفاصيلها سنظل معكم في تغطية واسعة ومباشرة وملاحقة لكل جديد في زيارته الخارجية لفرنسا بعد الفاصل الإخوان والتعليم في زمن الحزم لا وجود للجماعة في تعليمنا اشتركوا في القناة